السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم أحلى وأرقى متابعين موضعنا النهاردة عن قازم الساهر والمرض الخطير جدا اللي بيعاني منه قازم الساهر وحياة وفاته المنتشرة على السوشال ميديا وإلي قاله ناقيب المهن العراقية عن الحالة الصحية وتدهر الحالة الصحية للفنان والمطرب القيصر قازم الساهر كل التفاصيل اللي هنوفيها مع حضراتكم فضلا منكم نذكر الله ونصلي على رسولنا ولو تكرمتم لايك للفيديو ولو اشتركت في قناتنا طبعا داشر افلينا تواجدكم في قناتنا المتوضع ودعوة من قلوبكم الصدقة لكل مرضانا ومرضى الأمة العربية أجمعين بشفاء العاجل والأمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة والمغفرة الفنان قازم الساهر أصاري الجدل من شهرين تحديدا وانتشر أخبار صادمة جدا عن قازم الساهر وعن عملية جراحية خطرة تعرض لها قازم الساهر نشر بعض المواقع الإخبارية أن قازم الساهر بيعاني من مرض القلب وده طبعا بعد دخوله إلى المستشفى في حالة متدهورة للغاية وإن أقر الطبيب المعالج لازم إجراء عملية جراحية خطرة وبعض الأقويل أكدت إن هو بسبب حادث سير انتقل للمستشفى وناس تانية بتقول إن مرض خطير أما الحقيقة إن الفنان قازم الساهر طبعا كان آخر ظهور له وهو بيطمن كل جمهوره عليه وأكد إن انتشر خبر إصابته بفيروس كورونا ونفاها تماما وقال الحمد لله أنا بخير وسلام وبشكر كل الناس اللي تواصلت معايا وحبت تطمن علي مقاسف جدا إن في رسائل كتير جدا واتصالات مقدرتش أرد عليها أنا الحمد لله بخير وبنفي أي شائعة ترددت في الأوينة الأخيرة عن حالة الصحية وعن إصابتي بفيروس كورونا وطمن كل جمهوره إن هو مش مصاب بكورونا والحمد لله لكن مصدر مقرب من الفنان قازم الساهر أكد إن حالته متدهورة للغاية وإن هو بيعاني من مرض القلب من فترة طويلة جدا وإنه هيسافر للخارج للعلاج وللأسف لعملية جراحية خطرة لكن الفنان قازم الساهر لحد دلوقتي ما ردش على خبر إصابته بمرض القلب ولا العملية الجراحية اللي انتشرت على السوشال ميديا لدرجة إن بعض المواقع الإخبارية نشرت إن حالته متدهورة جدا وهو داخل المستشفى وحالته صعبة قوي وكمان نشر حقيقة وفاته بشكر حضرتكم جدا لحسن استماعكم للمصداقية لحد دلوقتي قازم الساهر ما ردش على كل الأخبار اللي انتشرت على السوشال ميديا والحد دلوقتي مش متأكدين فعلا إن كان قازم الساهر هيسافر خارج للعلاج ولا دي فعلا شائعة زي الشائعات اللي طردته في الأوين الأخيرة بتمنى دعوة من قلوبكم الصدقة للكيصر ربنا يحفظه ويحميه إن شاء رب العالمين بشكركم جدا وإن شاء الله أوفيكم بأي جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته